انا عايز اقول انه 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 في قيد لعبة الزمالك اللي ما تقيدوش قصة انا عايشين قصة ودخلنا في محاكم وقضاء اداري وحواديث وقصص وبتاعه بعيد عن الكورة بعيد عن الكورة وحتى بعيد عن الخطوات القانونية في مجال الكورة حتى ما تقمنتها بفرود تلجأ ليل فيه فبعد اتحاد الكورة قال كده يعني قال انه هو اللي انا عرفته ان اتحاد الكورة قال انه هيحيل الملف كله لاتحاد دولي المتحاد الدولي هو اللي هيزل القرار بصفته هو الاتحاد المعني بمثل هذه الامور بحيث المتحاد الدولي لو قال يتأيده حيلزم الزمالك بسداد الجزء من الماديونية ويبقى فيه قرار يعني ويقايد لانه خلاص اللعبة كمان طلعة فعلا بقى اللعبة عندها ازمة يعني ناصر منزي اللي هو يحيل لا حال على الفكرة بقول لك خبر اه تمام يعني بقول لك خبر بس هو ده الطبيعي هو مشكلة الزمالك عارف ايه عارف مشكلة ادارة الزمالك ايه طول الوقت تبحث عن المبرق بإيه اللي هي فيفضل طول الوقت اتحاد الكورة متشيطن قدام الناس قدام جمهور الزمالك لكن عايز اقول لك اتحاد الكورة من اول يوم من بعد مقرية قفل تاني يوم الصبح المقرية يبقى باعت والحاجات دهات فيها رد مستعجل من اتحاد الدولي باعت الملف للاتحاد الدولي بكل الموضوع بكل التفاصيل وبقول لك خبر اهو اتحاد الكورة ما عندوش مشاكل اتحد دولي تأيده بالشكل المناسب لان اتحاد الكورة بيقول انا استخدمت الطريقة القانونية السليم انا ده الزمالك مالتزمش اللي تبقطها على السبعة التاشر نادي فهذا زمب الزمال الهو البيان اللي عملوه يوم البتاع انما احال الملف اذا برضو الفيفا انا عارف صعبان عليك التلاتة ايال دول اهو انت مشكلة ان الفيفا اه اه قالك قالك لا طب ما يلعبوش يوم اللعبة تعمل ايه لا ما اعرفش بقى هل الفيفا هيددهم حق الربوع لانديدهم هيدهم حق الانتقال هم لو هيدهم النادي اخر هل هيعودوا في فاكر ميدوف نفس الفكرة فاكر ميدوف لما جي من هولندا اه فاكر وكان في مشكلة في القيدة وقعد 6 شهور ما انا عابش ايوا ويتأيد عدده ايوا ما هو المشكلة ايوا انا عارف هو المشكلة ان انت برضو بتتكلم في موضوع سيستم هو هيرجع لانديده ازاي ما انت برضو نفس الفصة انت هتبقى محتاج تدوس ابروفد زي ما كان لا هنا الفيفا المسؤول ما انت بتدوس ابروفد ده المين ايوا ما هو عشان للفيفا ده اللي اتعاد دولي هو التحديد الدولة هيوديه لانديده مهويلة لعبه في الزمالك بقى مليه لا ما هو ماشي ما انت خلصنا قالت بلغة للفيفا الفيفا قال يلعبه والزمالك هيدفع الفلوس دي او يجدول الفلوس دي على سنة او الفيفا هيدي قرار ودايما انا عندي امل ان الفيفا دايما يبقى مع اللعيب بيبقى استمالته دايما للعيب ايوا ما هو لانه في الموقف ده كمان بيساعد اللعيب اه اه يعني حتى في قزمة كهربا بسا ما هو كهربا يعني كهربا هو صنعه ونفس صنع مشكلة ورغم كده اللي احنا بنشوف حتى الخطوات للفيفا بياخد عمال يديله موهل ويديله فرص او هو بيبقى دايما في صف اللعيب هم ستة شهور انت بتقريبا هيبقى لهم تأثير سلبي على مستقام رهيب قبالك يعني قبالك قاعد يلعب في النجم الساحلين من يوم ما مشي من ناد الاهلي عمال وعصام الحضري اللي في قزمته مع سيونة وتفتكر الحضري يكمل لغاية ما تعملت لغاية ما تحلت في الاخر فانا اصدق انا بتصوير خلاص المقلب فرح للفيفا انا بعيدة عن اي حاجة وان الادارة تستاهل او متستاهل سبك من ده بس فيه ثلاث لعيبة متأزمية انت النهاردة لما بتكبص اول موضوع بدأ يوم واحد ثلاثين يناير اللعيبك هتوسقى انو هيتحل فجيت اين فبراير فات يوم واحد واثنين فبراير فبدأ اللعيب يقولك لا بس هتحل ودخلنا في خمسة فبراير بدأ اللعيب يقولك بط مر انو بشد سبعة فبراير بدأ يحبط النهاردة التصرحات ها لسه لأ هو العيب مش عارب محادش عارف يقول له حاجة عارف لو قلتني مثلا هتستنى شاره بتلعب لاب انا عارف ده التنال ده العيب مش عارف يتمرن ولا لأ هيلعب ولا مش هيلعب وده مستقبله وبصراحة هي عارف ده حقيقة فانا بتمنى ان شاء الله انو الحل يجي بتحاد الدولي فانا بقولك ده خبر مش توقع اوه الحد الكورة برضو بعيد عن الصدمات والناس عايزة تبين ان التحاد الكورة عمل كده بسبب خلاف مع رئيس النادي لا هو ده سيستم عال 18 نهي ده ملتزمش بس الزمالك حلو كده حاجة تانية لا بس هو عشان خلاف برد انا بكلمك انا معاك ايو انا معاك ايو انا معاك متجيش برضو قبل البتاع بنص ساعة ده استهانة برضو بالموقف بصراحة متجيش قبل نص ساعة من البتاع وتجي ترميلي ورقة ما احنا قلنا ما احنا قلنا الجمهور الجمهور اللي حق وجمهور يبقى زعلان وفي الاخر الجمهور اللي بيدايق ويشيل الليلة ويعمل والكلام ده كله يعني انا مش عايز اعيد تاني المناقشة في موضوع يعني بعيد بقى عن الفخر الجمهور زمان بتقول اللي بدفع التمن والنادي اللي بدفع التمن طبعا ما هو النادي والفريق اللي بدفع التمن وده حتى بعيد عن التأثير الفني ودورة ولا لا الاحباط اللي بتصدر للفرق يعني موقف زي ده بيقمط الفرق كلها دلوقتي بعض الناس او بعض الجماهير بيقولك احنا يعني عايزين الفرقة تاخد هدنة بتلعبش ماتشات كل 3-4 دقائم انت بتلعب كل 3-4 دقائم تحس ان السيناريو بيتعاق كل ماتش السيناريو بيتعاق كل ماتش السيناريو بيتعاق لحد ما يبقى فيه استقرار إداري استقرار فني اللعبة تفوق الكلام ده كله وهو خلى بالك الماتش اللي فات دهات أصلا كان الطبيعي اللي هو يرجع اللعبة تاني على التراك لكن هما اللعبة برضو نفس الفكرة نفس الفكرة اللي بنتكلم فيها كل ماتش تحس اللي هو اليوم بيتعاد زي فيلم حمد اهلال اما مش عارف ايه نفس التاني يوم هيتعاد الموضوع صعب جدا صراحة من اللعب في الزمالك ومن الإدارة الفترة اللي فاتت وامور بعيدة عن الكرة خالص اي لعب كرة برضو يعني انا زي ما باجي على اللعبة وبتكلم عنهم اي لعب كرة محتاج استقرار انا هو على فكرة فيه تصريح الشباب بعتهولي اهو انه على لسانة دكتور إهاب الكومي وضو مجلس إدارة الاتحاد قال ان الاتحاد حال فعلا الشكوى الملف بتاع قيد لعبة الزمالك كله ليه الفيفا من فترة من كم يوم يعني واند الاتحاد حال تازم بقرار الفيفا يعني الاتحاد قال هو ليه ما يسجلش وانه المديونية كذا اهو ده الكلام اللي قلناه في الاول ان هما بعد اهو بيبرق نفسه يعني بيطلع نفسه شكله كويس قدام الناس برضو مين اتعاد الاتحاد المصر طبعا هو اتعاد الاتحاد انا مش عايز اعيدي الكلام اهو لو عارف ان الاجراءات صحيحة عارف اسوأ حيات لو عارف الاجراءات صحيحة وفي زل ان مفيش مشاكل اصلا منه وبين رئيس الناس الزمالك فضل هياخد القرار هو الاتحاد المصر هياخد القرار لو الاجراءات صحيحة ما انا بكلمك طبعا من 1-30 يناير ما تدسش على الزراء خلاص قدية الامر يا ما تقدرش إلا لو لعيب اتعاد الداول قال له دوس على الزراء هيدوس على الزراء لأ مهلا انت بتدس اتعاد الداولي فاسبوح كانت اتعاد الداولي منت الطبيعي انت يبقى عندك ناس عارفة القوانين والدوائر والحاجات دي كميلا مفيش اتعاد في العالم بعد نهاية القيد يستطيع ان يقايد العيب اللي لو لعيب اجنابي جاي ولو بتقم اتخار او حاجة فانت بتعلق وغير كده لأ ان انا ما عايز اقولها مش عايز ادخل بقى وارجع اوه الفكاكس لها الفكاكس زادها اللي يزم لا هي انا اصد ايه بس كان برضو الموضوع ممكن يتحل يا سيدي ماشي يعني انا اصد ايه ما تديني الشيكات ولاها مضروبة لمدة مثلا وقيد اللي فات اللي قابليه وقفقتلك ولاها الشيكات برضو بتصرفش وقفقتلك ولاها الشيكات برضو بتصرفش وقفقتلك